أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوه لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ينصل عليكما شواذ من نار ونحاسا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت مردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهتها سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكعين على فاكهتها سوجان متكعين على فرش بطائنها من استبر وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليأكوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضداختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خدر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ينصل عليكما شواذ من نار ونحاسا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكعين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يتمثون أن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليأكوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشريقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربكما ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ينصل عليكما شواذ من نار ونحاسا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت مرضة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهتها سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكعين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يتمثن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليأكوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضداختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خدر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تتغوف الميزان وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوه لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ينصل عليكما شواذ من نار ونحاسا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت مردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يصعل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيأخذوا بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهت يا سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقعين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يتمث هن إنصا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليأكوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضد داختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن إنسا قبلهم ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان متقئين على رفرف خدر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تتغو في الميزان وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مراج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُنصَلُ يُنصَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسُوا فَلَا تَنْتَصْرَان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت مَرْدَةً كَالْدِهَان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُصْعَلُ عَنْ ذَمْ بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانْ فبأي آلاء ربكما تُكَذِّبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِصِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِهِ النَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فَبأي آلاء ربكما تُكَذِّبان هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلاء ربكما تُكَذِّبَان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ذَوَاتَ أَخْنَان فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عِينَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا مِنَا كُلِّ فَاكِهَةٍ سَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بِطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقِ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ التَّرْفِ لَمْ يَتُمِثُونَ إِنْصًا قَبْلَهُمْ وَلَا جَان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَأْكُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنَ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عِيْنَانِ وَالْدَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخُلٌ وَالرُمَّانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَتُمِثْهُنَّ إِنْسَا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ عَلَا رَفْرَفٍ خُدْرٍ وَأَبْقَرِيٍ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالِإِكْرَامِ صَدَاقَ اللَّهُ